ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد أعمال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للمجلس وقد رحب سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة بنجاح زيارة جلالة الملك المفدى إلى كازاخستان والحفاوة الكبيرة التي حظيت بها متمنيا استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين الناجحة والقائمة على الصداقة وتبادل المصالح المشتركة على جميع المستويات وقد ناقش المجلس في جلسته بقصر لغضابية مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال حيث ناقش المذكرة المرفوعة من معالي وزير الخارجية بشأن إصدار قانون ينظم الأحكام المتعلقة بالأسلحة والمواد النووية وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة كما ناقش المجلس أيضا المذكرة المرفوعة من معالي وزير الخارجية بشأن حضر الأسلحة البيولوجية بهدف وضع إطار تشريعي لحضر الأسلحة البيولوجية وذلك التزاما بالمواثيق الموقعة والقرارات المنزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن وقد عقدت سعادة السيدة سمير إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ومؤتمرا صحفيا عقب الجلسة أشارت فيه إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلساته المذكرة المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن سحب اتفاقية النقل الجوي القديم المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الشيك من مجلسي النواب والشورى وذلك الإبرام اتفاقية جديدة بين البلدين تتناول كافة مستجدات تنظيم النقل الجوي وقرر المجلس سحب مشروع الاتفاقية من السلطة التشريعية لتحديثها وإجراء التعديلات المطلوبة عليها كما ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن تحويل الاتفاقية مع شركة APM Terminals المشغلة لميناء خليفة بن سلمان من شركة عامة مقفلة إلى شركة عامة واقترحت وزارة المواصلات تحديد موعد طرح الاكتتاب لتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة ليكون في نهاية عام 2014 وأكدت سعادة الوزيرة أن المجلس طلع على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن إحصائيات أداء العمليات في الموانئ البحرية والأرصفة للعام 2013 وتتضمن المذكرة إحصائيات حول زيادة عدد السفن القادمة إلى مملكة البحرين في عام 2013 إضافة إلى زيادة مناولة البضائع العامة وتحسين وقت الدوران بالنسبة للشاحنات هذا وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لعدد من المشاريع بقوانين منها مشروع بقانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية